لم تكتفي تركيا الأوثمانية بتدخل في الشأن الليبي فقد أفصح رجب طيب أردوغان عن أطمعه في الصومال حيث أعلنت وسائل إعلام تركية أن الرئيس تركي تحدث عن طلب وجه من الحكومة الصومالية للتنقيب عن النفط في المياه الإقليمية الصومالية دون ذكر أي تفاصيل إضافية ويبدو أردوغان بعد توقيعه اتفاقية بحرية غير شرعية مع حكومة الوفاق الليبية برئاسة فايزة سراج للبحث عن الغاز في المتوسط يسعى أيضا للتوقل في المياه الإقليمية ربما لتعويض خسائره من الخروج من اتفاقات الغاز بشرق المتوسط ويتواجد الأتراك في الصومال من خلال عدة شركات تقوم بأعمال في مجال الموانئ وبناء ورصف الطرق والزراعة والصيد في حين ترتبط للحكومة التركية بعلاقات وثيقة مع الحكومة الصومالية الحالية ووقعت معها اتفاقيات التفاهم وتعاون عدة وهو ما فتح شهية تركيا على ما يبدو لأن يكون لها نفوذ في الصومال وبرزت تغلغل التركي في الصومال في كافة القطاعات الحيوية بدأ من القطاع الاقتصادي مرورا بالقطاع الصحي وانتهاء بالقطاع العسكري حتى التعليم توغلت فيه تركيا وأسست معاهد ومراكز لتدريس اللغة التركية ودراسة فيها مجانية ويلتحق بها عدد كبير من خريجي الثانويات والجامعات ممن يحدهم الأمل في مواصلة دراستهم في تركيا أو الحصول على وظائف من الشركات والمؤسسات التركية التي تشترط في المتقدم للعمل معها إتقان اللغة التركية كما توغلت تركيا في مجال الاستثمار بالموانع وحصلت شركة لبراك على حق التشغيل وإدارة ميناء مقدشو لمدة عشرين عاما كما حصلت على موافقة للصيد في مياه الصومال الإقليمية وكانت تركيا أعلنت عزمها فتح قاعدة عسكرية في الصومال بعد أن تم وضع حجر أساسها عام 2015 وتضم ثلاثة معسكرات للتدريب ومخازن للأسلحة والذخيرة ومباني للإقامة بلغت كلفتها خمسين مليون دولار لتتكشف حقيقة الأطماع التركية في مد نفوذها العسكري إلى دول إفريقية خاصة الواقعة في الشرق ولحماية مصالحها في القرن الأفريقي وهي بداية لسيطرة تركيا الحقيقية على المرافق الحيوية في الصومال والتي آخرها لن تكون بالطبع المياه الإقليمية للصومالية